نختم كده سريعا بنصيحة حضرتك تديها للسيدات يعني عشان عندهم أفكار وعايزين ان هما يخشوا في راية الأعمال يعني احنا طبعا من جهة وزارة التخطيط عن طريق الواد 20-30 الحقيقة زينا فيه برامج كتير جدا موجودة في مصر الآن بتدعم السيدات وبتساعدكوا ان انتوا لو عندكوا فكرة تحولوها المشروع والمشروع ده يبقى بيمكنك اقتصاديا وبيساعدك في ان انت يكون عندك مستقبل باهر ومستقبل واضح قدامك انا يمكن كمان عايزة اشير مع حضرتك ان احنا بسبب المجهودات وخصوصا دعم السيدات واهتمامنا بالمساواة بين الجنسين تم ادرجنا على منصات الامم المتحدة كواحدة من افضل ممارسات حول العالم اللي بتحقق اتاف التمامة مستدامة وده لانه احنا دايما كنا نصب اعيننا نسبة مشاركة المرأة لو عندك اي فكرة ما تستقليش بيها ابحسي لانه دلوقتي فيه وسائل كتيرة جدا احنا يعني في عصر جديد وفي جمهورية جديدة والحقيقة الحكومة وفخامة الرئيس والقطاع الخاص وكل الجهات بتدعم المرأة بشكل قوي وكل عام انت بخير ومرة تانية امروك على البرنامج اشتركوا في القناة